خليون في إدارة الدولة على أقل دول يبقوا عارفين سياسة على أقل دول لما يروحوا مجلس النواب هيقولوا لأعضاء النواب ما تعملوش كلكم 600 عضو توكيلات للسيسي ما ينفعش سياسيا ما ينفعش ما ينفعش والله يعني ده ليس لا محبة ولا كورا لو انت بتحب السيسي بجد ما ينفعش 600 نائب يعملوله التوقيع تخيل لو انت بتحب السيسي جد يعني واري بالباب كان فيه قصة برلماني قصة معلم الله ارحمه كمان الشاز بين يداي الآن وهو ببص البرلمان كله أيام مبارك تولد 30 سنة متطبخ فالقاعدة اللي كانت بتحكم الدولة المصرية عهد المبارك ايه ان هو ياخد الاغلبية في البرلمان الاغلبية كان على أيام مبارك عدد أعضاء مجلس الشعب 444 عضو والدستور يعطي للرئيس الأسبق مبارك الحق في تعيين 10 أعضاء ماشي الاغلبية يعني انت بتتكلف كام 30 زائد صوت احزب بقى 3244 يطلعوا كام قول قول مثل 320 فاتبقى 110 صوت فكمال الشاز لله ارحمه يقولك الـ 320 دول احنا مضمننهم تزوير مش تزوير خلاص الدولة خلاص مزبطة معها الأغلبية عشان لو عايزة تمرر أي قانون موجود ماشي الدولة تقدر تعمل ايه تاخد الـ 444 كرسي الدخلية بتاعتي السنديق بتاعتي الناس بتوعي ما فيهاش لقاش بس هنا تيجي برضو المعلمة يعني بص بقولك تزوير رسمي في تزوير رسم في بعض الأشخاص كانوا بينجحوا لأنهم ما ينبغي أن ينجحوا ليه يعني قامات واداء وكلام فهي بقى 100 كرسي فييجي بقى كامال الشاز لله ارحمه يقولك لا احنا عايزين برضو نحط كم مستقل تحت البرلمان يطلع يقول سوكسي كده حلو ومحتاجين برضو الأحزاب تبقى موجودة عشان لما نيجي وفد برلماني مصري يسافر الكونجرس ولا برلمان فرنسي ويقابل يقوله ده فلان من حزب الوفد ده فلان من حزب الأحرار ده فلان من حزب الحاج إنما ما يبقاش 20 واحد مسافرين يتقال عليهم 20 أعضاء حزب حاج واستمرت القعدة دي تحكم توزيع الحصص في البرلمان طوال عهد المبارك لحد ما جيه شخص موانس أحمد عزي قال لا 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 إيه ده إحنا الدولة وإحنا المسكين كل حاجة يعني إيه نوزع 100 كرسي على الأحزاب إحنا ناخد البرلمان كله طب هو واحد ركع تاخد البرلمان كله ليه إنت يهمك إيه في البرلمان كله إنت يهمك تحصل على حاجة اسمها الأغلبية إن أي قانون إنت عاوز تمرره بتمرره بس الميت كرسي دول منظر قدام العالم أبدا ناخد كله خدوا البرلمان كله ولبسوا الصورة بالكامل عشان كده لا بقول إيه لازم السياسة فأنا اندهشت من أداء السادة النواب إنه كله رايح يعمل تأييد السمار التأييد للرئيس السيسي على عينه وعراسي وعارف إنك بتحب السيسي اطلع كده قول أنا راجل سياسي صوتي في الانتخابات في سندوق الانتخابات للرئيس السيسي بس أنا كبرلماني عايز أدعم التجربة الديموقراطية هقدم التوكيل ده له فلان مرشح الرئاسي بس خلاص والله سقفلك أعرف إنه فيه سياسة في البلد أعرف إنه فيه ناس عملت ثبت الدنيا إنما كله رايح كده هنلبس في الحيط هارجع للأكاديمية الوطنية اللي أعلن عنها الرئيس السيسي التجربة كويسة الفكرة كويسة أتمنى إن الكوادر اللي تتخرج دي فعلا الدولة المصرية تستفيد بيها وإنها فعلا يبقوا موجودين في أحزاب في وزارات يبقوا محافظين اللي يمنع يبقى عندي محافظ 35 سنة 32 سنة المشكلة إيه يعني ما هو يا محافظ يا راجل ده انتكبته محافظين مرتشين يعني أكيد الشاب ده مش هيرتش كده بالأول ما يودع كورسي عايز برضو يثبت نفسه قدامك يعني يعني خلينا ندعم التجربة